موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام كيف لجماعة دينية أن تمارس التعذيب الشديد على السجناء والمعتقلين مع أن كتابها المقدس يأمر بإكرام الأسرة الذين يكاتلون في الجبهات فما بالك بالمخطوفين من يعني أطراف الشوارع بأي عقيدة دينية تفعل ذلك ما دلالة هذا التناقض بين خطاب الجماعة وسلوكها ما هي أيضا الدلالات والأغراض خلف الأوصاف التي تطلقها على خصومها مثل تكفيريين مرتزقة دواعش طابر خامس وما شبه ذلك هذه الحلقة ستكون للجواب عن هذه الأسئلة وغيرها كونوا معنا عندما نكرر القول بأن إزالة الحالة الانقلابية الفاجرة ضرورة إنسانية وأخلاقية وضرورة وطنية عندما نكرر هذا الكلام فهذا ليس من باب المبالغة ولا من باب لغة الخصوم السياسية التي اعتدنا عليها طوال السنوات الماضية لا نحن نتحدث عن واقع واقع مهما وصفنا بشاعته لن نستطيع أن نوفيه حقا واقع اليمن واليمنيين تحت سلطة الانقلاب وفي عهدها لا يمكن وصفه بلغة الإجمال لأن لغة الإجمال لا تستطيع أن تعكس الواقع كما تعكسه التفاصيل لكن بالطبع ليس في قدرتنا ولا في قدرة غيرنا أن يحصي تفاصيل المأساة التي سببتها هذه العصابة الإجرامية في اليمن وفي اليمنيين هناك مآسي على مستوى الأفراد ومآسي على مستوى الأسر ومآسي على المستوى الوطني الكبير ولا أحد يستطيع أن يعرف كم أسرة دمرت بسبب الظروف التي خلقها الانقلاب والظروف السابقة على الانقلاب أيام فترة المخلوع يعني وخلال فترة الحكم العصابتين العصابة السلالية والعصابة الأسرية من قبل لا تستطيع أن ترصد آثار الفكر والعوز على صحة الناس البدنية والنفسية وعلى تعليمهم وعلى أخلاقهم وعلاقاتهم ببعضهم والخسائر التي لا تعوض في مختلف هذه الجوانب من يستطيع أن يعوض خسائر في الجانب النفسي ولا في الجانب الأسري يعني انفصام أسرة وانفراط عقدها من يستطيع أن يعوض فما بالك بألاف أو مئات الأسر أن حجم الخراب الذي أحدثه الانقلابيون في حياة اليمنيين أفرادا وأسرا ومجتمعا يفوق الخيال لكن هذا الجحيم الذي أدخلنا فيه الانقلابيون يمكن يمكن تخيل أبعاده من خلال الاستماع إلى قصص التعذيب في سجون الميليشيا الانقلابية هناك في هذه السجون يمكن أن تتعرف على الجذر الأخلاقي لهذه الميليشيا طبعا الجذر الأخلاقي هو هو جذر الحقيقة هو الجذر الأساسي الذي من خلاله تستطيع أن تقيم أي مشروع سياسي ويمكنك أن تتصور مستقبل اليمن واليمنيين بعد أن تتعرف على هذه الأساليب في السجون تستطيع أن تتعرف على مستقبل اليمن لو حكمته هذه العصابة اللي قدر الله قصص التعذيب التي خرجت من سجون الميليشيا فيها من البشاعة وانعدام الرحمة ما يجعلنا نقول إن على اليمنين أن يستمروا في قتال الميليشيا حتى لو طالت الحرب بأتعام لأن الموت في جبهات القتال عن الحرية والكرامة أشرف وأرحم من الموت تحت صياطهم وتحت أساليب تعذيبهم أو الموت ذلا وقهرا تحت سلطتهم تعالوا نستمع إلى بعض الشهادات على ما يجري في سجون الميليشيا على لسان بعض الذين تعرضوا للتعذيب طبعا احنا اخترنا لكم المشاهد الخفيفة التي ليست يعني التي تحتمل أما المشاهد البشعة والقصص البشعة فتركناها يعني حفاظا على السلام النفسية محافظة الزمار تحولت إلى معتقل كبير تضم عشرات المعتقلات والسجون يتعرض فيها مئات المختطفين والمعتقلين لأبشع جرائم التعذيب بشتى الوسائل شاهد خلال وجودي في السجن يعني مختطفين أجسادهم كلها خطوط كي كلها تعرضت للكي بالنار ربطوا على فمي وعادوا ربطوني على خشبة الصلب وقاموه بالتعديل طبعا كان الضرب في الظهر ومنطقة المؤخرة لا أدري بسلك كهربائي أو المهم أنها آلهي تهدى الجسم عندما توصل كأن جسمك كله تعرض للضرب أغمي علي مرتين في المرة الثانية لم أشعر إلا أنا في الطارود أو الممر الذي إلى الغرفة هناك تركوني كنت أعاني من آلام شديدة لا أستطيع الوقوف وعطش شديد وحرارة مرتفعة في جسمي تجعوا قالوا هذا إذن ما عاي تكلمش الله بعد ما نتعامل مع سواء يالله قاموا ربطوا أيدي ورجلي ودخلوا ما صورة في رجلي وعلقوني هكذا ويالله بدعوا في الضرب في رجلي ضرب 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 في رجلي وأنا أقول له يا أخي اتق الله واصح يا الله يا رب يا بني آدم ما بلا أنت داعشي يا أخي والله ما أنا داعشي ولا نداري أشمد وعش ما بلا أنت داعشي ساطق ويضرب يضرب ضرب طيب يا أخي تمام خلاص تمام هذه بعض قصص التعذيب في سجون الميليشي وهناك ما هو أكثر بشاعة وإجراما من هذه القصص وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قصة تعذيب جميل المعمري الذي أصيب بالشلل جراء التعذيب قصة مؤلمة للغاية رواها شاهد عيان هو الدكتور عبدالقادر الجنيد أيام كان موجود في معتقل الانقلاب مثل هذه القصص تكشف كما قلنا عن الجذر الأخلاقي لعصابة الانقلاب وهذا هو الذي يعنينا الآن نحن مش برنامج حقوقي عشان نتكلم في موضوعات حقوقية إنما نتحدث عن البعد السياسي والبعد الأخلاقي لهذه الجماعة من خلال هذه الممارسات الممارسات التي تكشف عن حقيقة هويتها هويتها باعتبارها عصابة لا باعتبارها حركة سياسية يعني عصابة بالمعنى القانوني الحديث للكلمة بل هي أسوأ من العصابات وأكثر العصابات جرما لأنها ليست عصابة صغيرة محدودة التخصص مثل بقية العصابات يعني ما هيش عصابة حشيش ولا تهريب بخدرات ولا تهريب سلاح ولا اختطاف ولا بيع أعضاء جسدية لا هذه عصابة كبيرة وشاملة لكل أنواع الإجرام لكن على الرغم من هذا الانكشاف الكبير لعورة هذه العصابة إلا أنها ما زالت تقدم نفسها وكأنها حركة دينية على الرغم من هذه الجرائم وهذه المآسي التي نسمع عنها إلا أنها ما زالت تقدم نفسها باعتبارها عصابة دينية حركة دينية ما زال زعيب العصابة الإمامي مثلا يتحدث عن الله والدين والقيم والشرف وغيرها من المعاني السامية ومعاني الإنسانية دون أن يشعر بأدنى حرج وما زالت أبواك الانكلاب تتحدث عن صمود أنصار الله صمود أنصار الله في وجه المرتزقة الدواعش المنافقين فهل هذا هو المستوى الأخلاقي لأنصار الله؟ هل هؤلاء أنصار لله؟ إذا كان أنصار الله بهذا المستوى من البشاعب فكيف بأنصار الشيطان؟ ما الذي تركه أنصار الله لأنصار الشيطان؟ ما خلوش حاجة والطريف أنهم يتهمون داعش بتشويه الإسلام طوال العام لما تسألهم ما لكم أنتوا داعش وكلوا هذه بتشوه الإسلام ما الذي تفعله داعش؟ تعذب الناس تقتلهم بطريقة بشعة هذا هو التشويه طيب هذا اللي بتسوه أنتم ما يسمى ما هذه الأعمال التي تقومون بها؟ تعالوا نستمع العبد الملك الحوثي وهو يتحدث عن داعش التي تشويه الإسلام ونترك المقارنة لكم كارنوا بين أفعال داعش وبين ما تسمعونه من قصص التعذيب داخل السجون الحوثية لاحظوا الغزو التكثيري هو غزو للهوية وله أهداف متعددة هو أكبر عملية تشويهية للإسلام هو بهذا يقدم أكبر خدمة للأمريكي والإسرائيلي للقوى الاستكبارية التي تستهدف الأمة الإسلامية بكلها في هويتها الإسلامية أكبر عملية تشويه تضرب الإسلام في داخل أبنائه ولدى بقية أمم وشعوب الأرض حتى يكون الآخر في أي بقعة من بقاع العالم في أي بلد في أي شعب ينظر أسوأ نظر إلى العالم الإسلامي وإلى المسلمين وإلى الإسلام بفعل ما يراه وما يشاهده وما يسمع عنه من تصرفات أولئك الذين يقدمون أسوأ وأكبح وأطضع وأكذر سورة وفي نفس الوقت يحسبونها على الإسلام يحسبونها على الإسلام هذا التناقض بين سلوك العصابة وخطابها يكشف عن مشكلة كبيرة مشكلة ليس عند العصابة نفسها في حسب هذا أمر مفروغ منه هي مشكلة عند المجتمع الذي ما زال يتكبلها ويسوي بينها وبين القوى السياسية المحترمة يعني للأسف الشديد ما زال هناك أناس محسوبين على العصر الحديث يتعاطفون مع هذه العصابة ويبررون أفعالها ويقدمونها في صف واحد مع بقية الأحزاب السياسية المحترمة الأحزاب السياسية المدنية الجماعات السياسية وهذا أمر خطير الأخطر عند النخبة المتعلمة التي تكف في صف الانقلاب وكان من المتوقع أن يكون لديها حساسية حساسية مفرطة تجاه التعذيب تحديدا يعني تمام اتفقنا أننا مختلفين سياسيا واتفقنا أننا مختلفين فكريا لكن ما يوصلش الاختلاف لدرجة أن نختلف إنسانيا أن نختلف على القيم الإنسانية هذه هي القيم المشتركة بين الناس كلهم على سطح الكوكب يختلفوا في أديانهم يختلفوا في مذاهبهم في توجهاتهم السياسية لا بأس لكن نختلف على القيم الإنسانية على التعذيب كنا نعتقد أن هذه النخبة المثقفة المحسوبة على المثقفين كانوا سياسيين ولا معلمين ولا غيرهم كنا نعتقد أنه مجرد خروج مثل هذه القصص من قصص التعذيب من داخل السجون كانت تكفي لأن يتخذوا موقفا صارما وحازما من هذه الجماعة التي لم تترك شيء من القبائح إلا وفعلته ولنا أن نتخيل كيف لو أن هذه الممارسات البشعة صدرت عن جماعة دينية أخرى تخيل كيف كان الموقف سيكون يعني حفلة والولا ولطن إن سكوت المجتمع أي مجتمع والنخبة المتعلمة عن جرائم التعذيب في سجون العصابات يعني أن هذا المجتمع قد وصل بالفعل إلى حافة الكارثة ويعني أنه بحاجة إلى ثورة اجتماعية كبيرة ثورة اجتماعية مش سياسية تستعيد القيم الأخلاقية الضرورية لبقاء المجتمع وليس إلى ثورة سياسية محدودة المجتمعات لا يمكن أن تبقى بدون قيم المجتمعات لا يمكن أن تبقى بدون قيم لأن القيم هي الحامية للمجتمع تصوروا مجتمع بلا قيم دنيا تحميه هذا غابة وليس مجتمع غابة ماذا الذي يستطيع أن يعيش فيه غابة؟ فإذا كانت المجتمعات كتساهلت في أمورها في أمور الحقوق والحريات إلى هذا إلى هذا الحد فهذا يعني أنه بلغ مستوى كارثي فعلا وأنه بحاجة إلى ثورة اجتماعية هذه الثورة الاجتماعية هي من مسؤولية المثقفين والدعاء والأخلاقيين وإلى آخرة المجتمع الذي يصبح من المقبول فيه ممارسة التعذيب بهذا الشكل هو مجتمع غير سوي بالمرة مجتمع لابد أن يتعرض للعقاب من قبل السنن الطبيعية النفسية ماذا يعني بعقاب الطبيعة؟ عقاب الطبيعة هو هذه الحروب هذه المآسي التي تشمل الجميع لأن الخلل الأخلاقي هو خلل في بنية الحياة برمتها كل حرب هي عبارة عن ثمرة لخلل في النظام الأخلاقي للمجتمع أي حرب هي عبارة عن خلل في النظام الأخلاقي للمجتمع كلما كان الخلل كبير كلما كان هذا الخلل الأخلاقي كبير كانت الحرب أشد أوسع يعني اللافت كما قلت إن زعماء العصابة ما زالوا يتحدثون بلغة الناس المحترمة دون أدنى شعور بالخجل من الناس لماذا؟ لأنهم كما قلنا من قبل لا يلقون بالا للنخب الواعية هم يعرفون أنهم مكشوفين لكن بيقول لك إحنا مكشوفين عند النخب عند الناس المثقفين الواعيين وهذون ما يهموناش لا يعنوننا في شيء لأن النخب من وجهة نظرهم لا تقدم ولا تؤخر يقولون مثل سعر روليكس لا تقدم ولا تأخر هكذا المثقفين في نظرهم ومن في مقامهم الناس الواعيين لا تهتم بهم العصابة لأنه ما قيمتهم في ميدان القتال العصابة تهتم فقط بالشريحة المقاتلة التي ستنفعهم في اللحظة الراحلة هذه الشريحة المقاتلة أغلبها من عديمية الوعي والخيام هم يراعون فقط هؤلاء البسطاء الذين يصدقون ما يقال لهم وليس لديهم القدرة الذهنية على كشف الزيف والتناقض الموجود في الخطاب والواقع لكن هؤلاء البسطاء هم ضحايا إهمال النخبة المثقفة أيضا الكل مسؤول عنهم لماذا ظل هؤلاء البسطاء بلا وعي حتى الآن لأن الجميع قصر الجميع جميع الأحزاب جميع التيارات قصرت في الوصول إليهم طوال الخمسين سنة ماضية قصرت في مخاطبتهم قصرت في إرسال الرسالة الأساسية إليهم اللي هي رسالة الحقوق والحريات وظلوا يكلموهم عن قضايا أخرى بعيدة قضايا وتركوا الأساس الذي بواسطته تكون بقية المشاريع على أساس تكون بقية المشاريع المشاريع السياسية لا تكون إذا لم يكن هناك أساس من الحقوق والحريات باستثناء طبعا المشاريع السياسية الطاغوتية المستبدة هذا موضوع آخر هذه النخبة لم تقم بواجبها تجاه هذه المجتمعات خلال العقود الماضية تركتهم طريسة للمشاريع السياسية المنحرفة وكثير من هؤلاء البسطاء هم من الشواذ نفسيا وأخلاقيا الشواذ نفسيا وأخلاقيا المنحرفين نفسيا وأخلاقيا الذين يصنفهم علماء النفس ضمن المرضى والمختلين سيكولوجيا وهؤلاء موجودين بكميات تجارية داخل المجتمع اليمني بسبب ظروف الفاكر وظروف الفساد السياسي إلى آخر يعني هذا نموذج سنراه بعد قليل هذا الشاب الذي كتل زوجة أبي شاب حوثي ينتمي إلى الجماعة المجاهدة كتل زوجة أبي وهي ترضع طفلها وجرح إخوته الصغار لمجرد أنها حاولت هذه الخالة حاولت منعه من الذهاب إلى شبهة القتال قتال الدولة آنذاك تعالوا نستمع إلى القصة من شهود عيان قاموا بجريمة كبرى في بلاد القطينة كما قام واحد رجع حتى عند أهله ثم رجع عند خالته قالت له قالت يا ابنينا بغي تجلس معنا وتعاوننا وتجلس مع أبوك وتعاون في المزرعة وأخوانك عادهم لا زالوا صغار قال لا أنا بغي مشي والمهم منها فرحت بهم وصلوا وكثرت عليه وكانت بغي تضمه ويجلس معهم قام خرج البندق وضربها وهي ترضع الطفل قام قتلها وجرح العيال الصغار الأطفال عندما بكوا على أمهم والتموا عليها بكوا وهو قام جرحهم وهرب عشرات ومئات من هؤلاء المضطربين نفسيا وأخلاقيا استاطتهم الميليشيا الإمامية بحثت عن أمثالهم في زوايا المجتمع اليمني وأخذت تصطادهم وتحقنهم بأوهامها الخاصة أوهمتهم أنهم مجاهدين عظماء وألقت بهم إلى المحرقة أين كانت الدولة منهم؟ أين كانت النخبة المثقفة والأعزاب السياسية؟ أين كان رجال الدين؟ لماذا لم تستطع الجمهورية خلال خمسين عاماً تصفية التركة الإمامية المتمثلة في الجهل والجاهلية؟ هذه أسئلة لماذا لم تصل الجمهورية إلى صعدة خلال هذه الفترة الطويلة؟ صعدة ظلت خارج الجمهورية ظلت كانتون إمامي بعيد طبعاً الجواب واضح الجمهورية تعرضت للخيانة والاختراك الجمهورية تعرضت للخيانة من قبل أبنائها لقد تمكنت الإمامة من غرس بيوضها في جسد الجمهورية كما يفعل البعوض وتمكنت من مفاصل الدولة واشتهدت في تعطيل الجمهورية وتشويه سمعتها عطلت القضاء ساهمت في تعطيل التعليم وتشويهه حاولت بقدر جهدها تشويه كل ما هو جمهوري وللأسف ساعدها على تحقيق مهمتها خيانة نظام علي عبدالله صالح للجمهورية علي صالح خان الجمهورية من أجل تحقيق مشروعه الملكي الخاص ويبدو أن طينة أنصار المشروعين واحدة اللي يتأمل أنصار المخلوع وأنصار الحوفي يجد أنهم منطينة واحدة يعني هذه الفعن من الناس عديمة الخيال عديمة الوعي المضطربة نفسيا لا يوجد اتزان يعني هذه عينا من أنصار علي صالح سمعناها قبل سنوات في 2011 و2012 على التلفزيون كانت تظهر دائما تتحدث عن علي صالح بطريقة غريبة جدا يعني أحيانا يرفعونه إلى مستوى النبي أحيانا يرفعونه إلى مستوى الولي وحديث غريب للغاية يدل على أنه على وجود الطراب إذا لم يكنه يعني ضباط مخابرات نستمع إلى هذه الأخت وهي تتحدث عن رؤية رأتها لعلي عبد الله صالح ثم ننهي المشهد بحديث لأحد أنصار المشروع الحوثي لنرى إلى أي مدى هؤلاء الأنصار من طينة واحدة وفي المرة الثانية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والرجل مقابل له وعلي عبد الله صالح فأنا أتيت ثالثة فقال لي أتيت ثالثة فنظرت إلى العرابي وهو قال اسقني يا نبي الله ونظرت يده بعين فقال اسقني أنت فأسقاها النبي صلى الله عليه وسلم فشربا وقال أما أنا لو سقيتك لشربت شربة هنئة مريئة لن تضمى بعدها أبدا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي عبد الله صالح وأنا دخلت بينهم الاثنين يعني دخلت بين الاثنين بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي عبد الله صالح رسول الله مزيدي حسين واحد ما عبش أي خلاف من الواضح كما قلنا أن أنصار المشروعين من طينة واحدة يخرجون من مشكات واحدة ولذلك هم يكفون الآن في صف واحد ولا تستطيع أن تميزهم الشيء المشترك بينهم جميعا هو أنهم يرفضون فكرة الدولة المدنية يرفضون فكرة الحياة السوية ولديهم حالة عصابية عصابية يعني تجعلهم يلتحمون بمشاريع صغيرة على حساب مشروع الوطن الكبير هذه النفسية والسيكولوجية ليست مسؤولة عن نفسها الجميع كان مسؤول عن وصولها إلى هذا الحال وهي ليست فئة قليلة هي فئة منتشرة في المجتمع اليمني بشكل يعني واسع فئة كبيرة بدليل أنهم ما زالوا مستمرين في القتال إلى اليوم وما زالوا يجدون لهم من يحتضن مشروعهم إلى اليوم حتى لا نقول أنهم لأهم فئة محدودة قصيرة لا نكذبش على أنفسنا هذولا موجودين وموجودين بقدر كما قلنا بكمية تجارية مشاهدينا سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثي ابقوا معنا سقف نقاشنا فضاء حر نعرض فيه مختلف الآراء والتوجهات نناقشها دون قيود أو تحفظات لنضعها بين أيديكم على طاولة فضاء حر مرحبا بكم من جديد من أول ما ظهر الانقلاب ظهرت معه مصطلحات وأوصاف جديدة لم تكن مستعملة في الصراع السياسي بهذه الكثافة وخصوصا المصطلحات التي تصف خصوم الميليشيا في البداية أطلقوا على حركتهم اسم أنصار الله وأطلقوا على أفراد عصابتهم وصف المجاهدين طبعا حتى يعطوا لحركتهم السياسية بعدا دينيا مؤكدا أقول مؤكدا لأنهم يعني بالتأكيد سيتخلون عن كل هذه الأوصاف عندما تقوم دولتهم السلالية وسيتحولون إلى دولة بوليسية ماخورية بشع إذا استتب لهم الأمر لا يقدر الله ولن يستتب هذا البعد الديني كان ضروريا في هذه المرحلة بالنسبة لهم لأنهم لا يستطيعون تحريك البسطاء المغفلين المقاتلين إلا بمثل هذا الخطب وسيلجأون إلى البعد الديني فقط عندما يشعرون بأن سلطتهم بحاجة إلى تثبيت أو إلى حماية من تهديد ما أما في أوقات السلم وعندما تستكر أمور الدولة لفترة معقولة فسيصبح شعارهم اليوم خمر وغدا أمر قلت إن الميليشيا الإمامية تحديدا قد أطلقت على نفسها بعض الأوصافة الدينية لكي تستميل البسطاء من الناس إلى صفها كمقاتلين أما السلاليون المستفيدون منها وهم طبعا أصحاب كدر من الوعي السياسي فهؤلاء لا يهمهم دين ولا آخرة وليس هناك جماعة دينية هذه مفارقة عجيبة ليس هناك جماعة دينية حسب علمي حظيت بتعاطف الخارجين عن الدين والمشككين فيه غير جماعة الحوثي تلقى أنصارة من الملحدين ومن المرتابين في الدين ومن أصحاب غير الملتزمين حتى لنقول كلام آخر غير الملتزمين دينيا ومع ذلك هم أنصار جماعة أنصار الله لماذا؟ لماذا هذه المفارقة؟ ربما لأنهم يعلمون أن دينها تايوان كما يقول المواطنون دين سياسة لا دين أخلاك دين قيام وآخرة هذا الكلام كله ربما يدركن بأنه ليس حقيقة وأن العملية عملية تمثيلية واسعة يوظف فيها الدين لصالح السلالة ومادام أنها قد اختارت هذه الصفة مادام أن الحوثية قد اختارت هذه الصفة الدينية فلابد أن تواصل المشهد التمثيلي حتى النهاية لكن طبعا وجدت أمامها مشكلة صغيرة قبل عاصفة الحزب وجدت مشكلة صغيرة قالوا في أنفسهم طيب إحنا أنصار الله والشواذ حقنا هذولا مجاهدين بس بكيت معنا مشكلة أين الكفار؟ ما هو لازم المشهد التمثيلي كذا يكون في مؤمنين ولازم يكون في كفار إحنا نشتين نوصل صنعها ونشتين نقاتل على الفرقة نقاتل الفرقة الأولى مدرع ونقاتل بيت الأحمر والإصلاحيين ومن معهم من الجمهوريين إلى آخرة بأي صفة نقاتل هؤلاء؟ عش نقول للشواذ حقنا شواذ نفسيا وأخلاقيا؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم مثلا هؤلاء كفار ما ينفعش مكشوفة هذه نقول لهم هيا بنا نقاتل الجمهوريين هيا بنا نقاتل من أجل استرداد حقوقنا السلالية ما ينفعش لازم نشوف مبرر وجيه ووصلوا لنتيجة قالوا نسميهم تكفيريين وعملاء إسرائيل طبعا يومها كان النظام السعودي ما زال في صفهم فلم يكن بإمكانهم وصف خصومهم بعملاء السعودية مثلا كما يقولون اليوم قالوا عملاء إسرائيل إسرائيل هذا المشجب الذي ممكن أي واحد يعلق عليه ولأن من الصعب أن يكفروا خصومهم بشكل صريح هم بيكفروهم بشكل غير صريح تكفير يومي كلمة منافقين هي من حالات التكفير وهناك تكفير نحن سمعناه منهم بشكل صريح لكن على مستوى أفراد لأنهم لا يستطيعون أن يكفروا خصومهم صراحة وصفوهم بالتكفيريين طيب لماذا؟ لماذا اختاروا كلمة تكفيريين بالذات؟ اختاروها لأنها تقوم مقام كلمة خوارج لأن الخوارج كانوا تكفيريين خوارج هذه كلمة موجودة في التراث الشيعي وفي التراث السني موجودة وموجودة في ذهن أتباعهم اللي بدرسوهم ملازمهم وما شبه ذلك فيشتو يوظفوا هذه الكلمة الموجودة في الذهن فإذا سألت أتباعهم أو سألهم أتباعهم إذا حصل مثلا وسألهم أتباعهم لماذا نقاتل هؤلاء اليمنين في أي حجة شرعية إذا سئلوا هذا السؤال قالوا لهم هؤلاء خوارج تكفيريين والإمام علي قاتل الخوارج فإذا كنتم أنصار الإمام علي حقا فقاتلوا التكفيريين في الحصبة وفي عمران وفي صنعا قاتلوا التكفيريين أحفاد الخوارج هذا هو سر اختيار لفظة تكفيريين إذن هذه الصفة كانت هدف اختيار يعني كانت السر وراء اختيارها استباحة الفصيلة الأساسية من الخصوم السياسيين فيه خصوم سياسيين كثر للمشروع الإمامي لكن أخطر هؤلاء الخصوم هو الخصم الإسلامي في الطرف الآخر وكلمة تكفيريين صرفت لهذا الخصم تحديدا أخذوها من التراث الديني كما قلنا لإعادة توظيفها في مجال السياسة أو في المجال السياسي الذي يخدمهم في هذه اللحظة ظلت كلمة تكفيريين تستعمل فترة من الزمن عند البليشيا وفي وسائل إعلامها ثم أضافوا في فترة لاحقة إليها كلمة أخرى في وصف الخصوم هي كلمة دواعش بعد أن ظهرت جماعة داعش بشكل واضح وكبير وكان غرضهم من استعمال هذا الوصف أمرين الأول كسب تعاطف الأمريكان والقوى الدولية التي تحارب الإرهاب أرادوا القول إننا معكم معكم أيها الأمريكان معكم أيها الأوروبيون وفي صفكم لمحاربة الإرهاب السني هذا أمر أرادوا أن يقولوه الأمر الآخر أرادوا توظيف كراهية الناس لداعش لصالحهم داعش حصلت حصلت صخط كبير وكراهية شديدة في الأوساط الإسلامية أرادوا للإماميون أن يوظفوا هذه الكراهية وأن يستثمروها لصالح مشروعهم وأصبحت كلمة داعش تطلق على أي شخص يعارض الانكلاب حتى لو كان من الذين لا يعرفون المساجد حتى لو كان غير مسلم واللافت للنظر أن أوصاف داعش قد وردت في رواية كديمة في كتب السنة والشيعة وكأن أجهزة المخابرات التي صنعت ظاهرة داعش وأعادت توظيفها أو توظيف المتطرفين قد استفادت من هذه الرواية كما يفعل كتاب السيناريو السينمائي بل أن هذه الرواية المنسوبة إلى الإمام علي ليست حديث منسوب للنبي هي رواية منسوبة للإمام علي هذه الرواية تعد مؤشر على أن داعش مصنوعة صناعة يدوية من قبل أجهزة مخابرات طبعاً لما نقول صناعة لا نعني أنه لا يوجد لدينا متطرفين ولا يوجد لدينا فكر متطرف لا عندنا متطرفين ولله الحمد وعندنا فكر متطرف بكميات كبيرة كل هذا موجود لكن نقصد بالصناعة أن التطرف قد يكون مجرد شيء هامشي على حياتنا ثم تأتي أجهزة أجهزة مدربة خبيرة تحول هذا الشيء الهامشي إلى شيء أساسي في حياتنا توظف بطريقة توجه بطريقة عن بعد مثل الريموت كنترول بالريموت كنترول التطرف قد يكون مجرد حشائش بجوار الأشجار الباسقة في حياتنا وعندما تتحول هذه الحشائش إلى أشجار هذا يبعث على الريب والشك عموما تعالوا نستمع إلى الرواية التي يقال إنها تنبأت بقدوم داعش أو بالأصحة الرواية التي صنعت داعش صنعت داعش على ضوئها من قبل أجهزة مخابرات كما نرجح أجهزة مخابرات تعرف تراثنا الديني معرفة جيدة الرواية موجودة في كتاب نعيم بن عماد نعيم بن حمد وهي من التراث الشيعي الذي تسلل إلى التراث السني عبر الطابور الخامس طبعا كان هناك طابور خامس واسع بين أهل السنة طابور شيعي يعني يقال أنه في كتاب البخاري فقط بين رواة أحاديث البخاري أكثر من ثلاثمائة راوي شيعي يعني كان هناك فعلا في طابور خامس داخل الصد السني كان يسرب كثير من الروايات التي تخدم الإديولوجيا الإمامية الرواية مع شرحها سنستمع لها ثم نعود للتعقيب عليها مرة أخرى إذا رأيتم الرايات السوف فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجو لكم خلاص لنا فتنة فقال علي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يأخذ حكم المرفوع لأن علي لا يعلم الغيب يقول ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم يعني تافهين يعني حقراء يعني لا قيمة يعني لا وزن لهم لا علم ولا دين ولا أخلاق ولا من فعل المجتمع أطفال صغر ثم قال قلوبهم كزبر الحديد قاسية ما يجد رحمة قلوبهم كزبر الحديد قال رواية لا رأفة ولا رحمة على عدوهم يعني حتى يرحم عدوك قلوبهم كزبر الحديد ورواية أخرى لا رأفة ولا رحمة على عدوهم فقال عليهم أصحاب الدولة يعني اسمهم مقرون بكلمة الدولة يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية فلماذا نستنكر هذا الحديث قال لا يوفون بعهد ولا ميثاق يقول علي رضي الله تعالى عنه لا يوفون بعهد ولا ميثاق يدعون للحق وليس من أهله قال أسماؤهم الكوناء أعطني داعشي تعرف اسمه كل أسماؤهم أبو القعقاع أبو دجانة أبو بكر ونسبتهم القرى أبو بكر البغدادي لبغداد أبو مصعب الجولاني للجولان أبو مصعب الزرقاوي للزرقاء في الأردن فأنظر كيف هل هذا علي يعرفه رضي الله تعالى عنه إلا سمعه من نبي صلى الله عليه وسلم قال شعورهم مرخاة كشعور النساء أعطني داعشي يحلق شعره تجد شعوره كالنساء يقول علي شعورهم مرخاة كشعور النساء ثم قال حتى يختلفوا فيما بينهم يصبح اختلاف الآن انظر القاعدة تضرب جبهة النصرة جبهة النصرة تضرب داعش داعش تضرب أحرار الشام أحرار الشام يضربون لواء التوحيد حتى يختلفوا فيما بينهم طبعا سيندهش بعض المشاهدين لشدة التطابق بينما ورد في الرواية وبين ظاهرة داعش لكن كثيرا منهم لا يعلم أن هذه الرواية كد وردت بجوار روايات أو رواية أخرى تتحدث عن نفس الجماعة لكن بمواصفات عكسية روايات أخرى تشهد لهم بالإيمان وأن النصر حليفهم وأنهم سيفتحون دمشق ورواية الثالثة تقول أنهم جنود آل البيت جنود آل البيت يقودهم شاب من آل البيت اسمه شعيب بن صالح وطبعا سيندهش المشاهد أكثر عندما يعرف أن هذه الروايات ظهرت وخلقت وصنعت في العصر العباسي الأول مع بداية تأسيس الدولة العباسية وأن المقصود بهذه الروايات هو أبو مسلم الخرساني وجيشه الذي أسس الدولة العباسية كل هذه الروايات التي يقولون أنها تنبأت بداعش هي صنعت من أجل أبي مسلم الخرساني وجيشه كان أبو مسلم الخرساني شاب صغير السن وكثير من من معه من الموالين أو من الموالي ومن الفرس كانوا شبابا مثله وكانت راياتهم سوداء وعمائمهم سوداء ومع أن اسمه إبراهيم إلا أننا لا نعرف غير كنيته أسماءهم الكنى كما تقول الرواية أبو مسلم ونسبته إلى خرسان قالوا نسبتهم إلى نسبتهم إلى القرى وشعور الناس آنذاك شعرهم يعني كان من الطبيعي أنه كان مرخى إلى الخلف يعني مسدول وبعضهم كان يبالغ في إرخائه في إرخاء شعر إذا كان شعر السلس مثل شعر أبي مسلم لأنه كان من أرقية آرية معظم الذين كانوا معه كانوا من الآريين والآريون معروفون بسلاسة شعرهم أما عبارة هم أصحاب الدولة اللي ركبوها على داعش فقد قصد بها أنهم هم مؤسسوا الدولة العباسية هذا وصف لمؤسسية الدولة العباسية وهكذا ورد هذا الوصف وصف أبي مسلم في كتاب البداية والنهاية لابن كثير كتاب التاريخ لابن كثير البداية والنهاية قال ابن كثير وهو يترجم لأبي مسلم قال هو عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم صاحب دولة بني العباس صاحب الدولة إذن فقد كان فقد اخترع خصوم أبي مسلم هذه الرواية بغرض تشويهه وجاء الرد من أنصار أبي مسلم فاخترعوا روايات مضادة تدافع عنه هذه سر قصة الروايات الأخرى المناقضة باختصار كل مواصفات الرواية السابقة تنطبق على أبي مسلم الخراساني وجيشه فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن أجهزة مخابرات محترفة تعرف تراثنا المذهبي قامت بصناعة جماعة حسب مواصفات الرواية لتحقيق أهداف معروفة تماماً مثل ما يفعل الممثلون في السينما ولدينا المزيد من القرائن على ذلك لكن لا مجال لذكرها هنا لأن حديثنا كما قلت الأساس هو الحديث عن توظيف هذا المصطلح ضمن الخطابة الدعائي الحوثي ونحن هنا نحاول ناقض هذا الخطاب بطرق مختلفة أخيراً ستظل هذه العصابة ترمي خصومها بكل الصفات التي تبيحها لها حرماتهم أمام المغفلين فقط وستظل تكترف من الجرائم ما يمليه عليها ضميرها وجذرها الأخلاقي الذي عرفناه وليس أمامنا إلا أن ننكذ أنفسنا وننكذ أجيالنا من سلطة هذه العصابة مهما كان الثمن الذي سندفعه إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة